كثير من المستخدمين أثناء استخدامه وتصفحه من تطبيق اليوتيوب تقابلهم مشكلة وهي ان بعض الفيديو بتكون بدون ترجمة نهائيا يعني مثلا لو راحنا نجينا على فيديو زي ده لو جينا نشغل الفيديو ده هنلاقي ان هو مش مدعوم بأي ترجمة لو جينا نقرب بالشكل ده هنلاقي ان اصلا الفيديو مفهوش خيار الترجمة زي ما احنا شايفين No captions are available for this video طيب ازاي نقدر نحل المشكلة دي بحيث نخلي الفيديوهات كلها مترجمة او مدعوم لها ترجمة لأي لغة انت عايزها هو ده موضوع فيديو النهاردة الفيديو النهاردة حضر حل مشكلة الترجمة على اي فيديو على منصة اليوتيوب لان برنامج النهاردة مدعوم بالزكاء الاصطناعي هيقدر يوفر لك اي ترجمة لأي لغة فكنا نروح اتود على الشرح العملي بس اولا لان اتبقي الفيديو تنساش العميل اللاج وشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد يلا بنا طيب عشان تصدرت ترجم اي فيديو على منصة اليوتيوب حتى لو كان الفيديو ده مش مدعوم لي اي ترجمة كلها الليك تعمله انك هتروح على الفيديو اللي انت عايز ترجمه فالياكم مثلا الفيديو ده زي ما احنا شايفين مفيش فيه اي ترجمة نهائيا كلها الليك تعمله انك هتاخد رابط الفيديو ده كوبي بالمنظر ده هتعمله كوبي لينك بعد كده هنروح على التطبيق ده بالشكل ده اسمه تيوب اكس ومجرد ما تدخل عليه هتلاقي الوجه الرسمية بتاعته زي الوجهة الخاصة بتطبيق اليوتيوب اول حاجة هنزبر اعدادات الابليكيشن هنروح على انت بالمنظر ده وبعد كده هننزل على الاعدادات هنا هتختار اللغة التطبيق او اللغة الخاصة بالترجمة زي ما احنا شايفين مكتوب هنا اللغة الواجهة والترجمة هتختار اي لغة انا اخترت اللغة العربية بعد كده هتيجي على الموقع الجغرافي مكان اللي انت موجود فيه هتختار الدوله بتاعتك لانه بيعرض لك هنا الفيديوهات التريند الخاصة بالدولة بتاعتك طيب بعد ما نروح على الموقع الجغرافي هنا هتلاقي سيمة المظهر السيم اسكان غامق او سيم فاتح بالشكل انت تختار اي سيم براحتك وبعد كده هنيجي على اعدادات المشغل وهي دي اهم خيار هنيجي عليها بالشكل ده هتلاقي المفاجأة في التطبيق ده انه هو هيقدر يوفر لك كراءة كمان لاي فيديو يعني مثلا لو الفيديو شغال باللغة الاجنبية هيقدر كمان يزهر لك نوع من انواع الدبلاجة للفيديوهات دي بالزكاء الاصطناعي وزي ما احنا شايفين هتلاقي كل الدول العربية موجودة الدبلاجة بتاعتها هتلاقي دبلاجة اي فيديو متوفرة في التطبيق طيب ده خيار الدبلاجة اما لو انت حبيت توفر ترجمة هتختار الترجمة زي ما احنا قلنا في الخيار اللي فوقيه ترجمة للغة العربية طيب بعد ما تروح على اهلات المشغل اتأكد ان تكون جودة الفيديو اختار الجودة هنا عندك 360,480,720,080 احنا هنخليها على اقل الشيء زي ما احنا شايفين 360 وبعد كده كمان في خيار picture in picture لو حبيت انك تفعله دلوقتي هنرجع بالشكل ده وحنيجي على الوجهة الرئيسية للتطبيق وحنلصك هنا الرابط بتاع الفيديو اللي احنا خدناه كوبي وحنعمل بحس زي ما احنا شايفين ظهر لنا عنوان الفيديو والمنظر ده دلوقتي كله عليك تعمله انه حدث على تشغيل الفيديو هتناه هنا مكتوب عنوان الفرعية للزكاء الاصطناعي هنتضح عليها بالشكل ده وحيتم اعداد الترجمة الفورية للفيديو زي ما احنا شايفين ابتدأ يظهر لنا السبتايتلز للفيديو ظهر لنا الترجمة للفيديو هتلاقي مكتوب هنا كراءة AI هندوس عليها بالمنظر ده وحننتظر لحد ما الترجمة تظهر هيجبلك الترجمة الاصلية للفيديو او السبتايتلز الخاصة بلغة الفيديو وكمان ترجمة للغة اللي انت عايزها زي ما احنا شايفين ادر يظهر لنا ترجمة فورية للفيديو حتى لو الفيديو مفهوش اي ترجمة نهائيا مميز في التطبيق زي ما قلنا انه هو بيدعم الزكاء الاصطناعي فحتى لقاء كان الفيديو مفهوش اي ترجمة هيقدر يظهر لك الترجمة الخاصة بالفيديو او السبتايتلز الخاصة بالفيديو والترجمة حسب اللغة بتاعتك كذلك لو جيت هنا على خيار الاعدادات حدر تعدل الاعدادات الخاصة بالفيديو لو حاب توقف كراءة الـ AI أو الترجمة الخاصة بالـ AI تقدر توقفها من هنا بدون أدنى مشكلة تقدر تعمل استقناف تقدر تشغل سرعة تشغيل تقدر تشوف الجودة الخاصة بالفيديو وعرض الترجمة زي ما احنا ما شايفين كذلك لو جيت على الأدات بالشكل ده تقدر تعمل تحميل الفيديو بحيث تحفظ عندك في التطبيق وتتفرج عليه أوفلايم بدون أدنى مشكلة كذلك من ضمن الميزات التطبيق إنه يقدر يشغل الـ Picture in Picture أو وضعية صورة داخر صورة وده عن طريق إنك تسحب بالشكل ده وحتلاقي الفيديو شغال في الخلفية بدون أدنى مشكلة تتحكم في حجم الفيديو عن طريق التكبير بالشكل ده زي ما احنا شايفين الترجمة ظهرة بدون أدنى مشكلة حتى لو كان الفيديو مفهوش أي ترجمة وبس كده دي كانت كده أفضل طريقة لترجمة جميع فيديوهات اليوتيوب حتى لو كانت الفيديوهات نفسها ما بتدعمش أي ترجمة زي بالمنظر ده بالضبط الفيديو مفهوش أي ترجمة ولكن نقدرنا نفعل الترجمة بفضل تطبيق تيوب إكس طبعا رابط التطبيق هسيب لك اللينك بتاعه أسفل الفيديو في التعليق المثبت وصلت في فيديو النهاردة وصلت معيك الطريقة بتنسى تشترك لي في كومنتات وتدعمني باللاقيق واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد أشمعنا خير سلام اشتركوا في القناة